العام أبو بلال ممكن هيك نبين وراء الإشعار عشان وين نصوره أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر نحن اليوم في بلدة بيت حنينة إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة هذه البلدة التي عانت الكثير من ممارسات الاحتلال وأهمها جدار الضم والتوسع الظاهر هنا والذي يقسم هذه البلدة ويقسم أيضا الأهالي والعائلات إلى قسمين جزء منها يتبع لبلدية الاحتلال خلف الجدار وجزء هنا يحملون هويات الضفاء الغربية ويحرمهم أيضا من التواصل مع أراضيهم وحتى مع العائلات سنتحدث مع السكان حول معاناة هذه المنطقة والسكان هيعطيك العافية عمي وبلال مرحبا بك حياك يا الله عمي يحكي لي عن معاناتكم كأهالي بلدة بيت حنينة يعني إحنا شايفين على مرمى البصر بيت حنينة الجديدة وهنا البلدة القديمة اللي كانت بلد وحدة ما بعد الجدار يعني بالنسبة لبيت حنينة مش قسمين زي ما حكيتي من قسمة بيت حنينة إلى عدة أقصام بسبب الجدار من ناحية الجهة الغربية زي ما بتشوفي مئات بل الألوف الدنومات انفصلت عن البلد عن القرية ولا حد يستطيع أن يصل إلى كرومهم وزيتونهم وحدائقهم وبساتينهم أما من ناحية الشرقية فهذه البلدة كانت جزء لا يتجزأ من نفس البلد بيت حنينة القديمة وبيت حنينة كانت بلدة واحدة هذا قسم وهذا قسم آخر أما القسم الثالث فهو ناحية ضاحية البريد هي جزء من بيت حنينة فهي أصبحت جزء ثالث وهناك في بعض الجدار يعني متاخم لبيت حنينة الجديدة برضو صنف الضفة غربية لا حد يستطيع أن يصل إلى هذه المنطقة من أهالي الضفة الغربية لأنه لا بد من الدخول إلى القدس إلى بيت حنينة الجديدة المصنفة قدس وبالتالي لا يستطيع أن يصل إلى أرضه بسبب يعني بيت حنينة حصل لها ما لم يحصل لأي قرية في العالم جزئت إلى عدة أجزاء وعدة أقسام الجدار قريب جداً من المنازل يعني لم يترك مساحة من الأراضي حتى نعم الجدار قريب من وممنوع على بعد 150 متر ممنوع التوسع في البناء ومن أيجاح من جميع الجهات ممنوع التوسع في البناء وامتداد القرية من ناحية الشمال جهة بيرنبالة مثلاً أراضي شاسعة ممنوع البناء فيها ومن ناحية الغرب كما ترين هذه أراضي قطعت من البلد كانت بيت حنينة تمتد من النبي سمايل إلى حزمة إلى بلدة حزمة شرقاً ومن كما ترين من بداية قرية لفتة حتى مطار القدس يعني نقول المخيم كانت بلد واسعة وكبيرة والآن هي أصبحت مجزئة إلى أقسام وكانتونات صغيرة لا تستطيع الوصول إلى أرضك لخلف الجدار إلي أخت في بيت حنينة فوق لا أستطيع أن أصلها بسبب الجدار وبسبب المنع وبسبب الأراضي كانت موجودة قسمها الجدار إلى قسمين فأصبحت صالحة للزراعة أو صالحة للبناء بعدما قسمها الجدار إلى قسمين أصبحت لا تصلح لا لزراعة ولا لبناء فكانت يعني بيت حنينة أخذت مأخذها من هذا الجدار الغاصب شكرا لك شكرا لك نتحدث أيضا مع الأستاذ عبدالله دعيس يعطيك العافية الله عافيك الآن كما لاحظنا أو كما شاهدنا منذ الصباح المنطقة محاطة بالعديد من المستوطنات والكتل الإستيطانية التي أخذت من أراضي بيت حنينة هذا الكلام صحيح الحقيقة أنا حابب أحكي عن موضعين باختصار طبعا الموضوع الأول عشان المشاهدين يفهموا عن الوضع الموجود أحكي شوي عن الماضي يعني شو كانت بيت حنينة زي ما تفضل أخوي أبو بلال بيت حنينة كانت بلدة مركزية في المنطقة وهي قريبة من القدس ولكن يحيطها عدد من القرى بشكل مباشر يعني من قرية لفتة بيت كسل نبي سميل تجيب بيرنبالة لجديرة الرام وحزمة وشعفات وكانت هي المركز لكل القرى هذه فكانت الطريقة القدس تمر من بيت حنينة وكانت مركز تجاري هذا من ناحية التجارة أيضا من ناحية الزراعة اشتهرت بيت حنينة بالزيتون وأيضا بالفواكه وخاصة مشمش مشمش بيت حنينة اللي كان مشهور وكانت أسواق القدس تعتمد على بيت حنينة في كثير من منتجاتها التوسع العمراني أراضي البلدة تقريبا 20 ألف دنم كان في منطقتين منطقة البلدة القديمة ومنطقة الشارع رمالة القدس وهدول المنطقتين اللي نفصلوا بشكل أساسي عن بعضهم البعض فإذا إحنا بنا نحكي عن شو صار يعني إذا تخيلنا شو كان ونقرنا بالوضع الحالي راح يكون الفرق هائل ومخيف جدا يعني لا أظن أنه فيه متسع بشكل أكبر من هيك الموضوع الثاني اللي كنت أحب أحكي فيه واللي هو بسبب الفصل اللي صار العائلات اللي تقسمت وتقسمت بشكل كبير جدا وبشكل بغيط يعني نصف العائلة هنا ونصفها خلف الجدار نعم فأنا بدي أحكي عن شيء شخصي وهذا يعمم على آلاف من الحالات فأنا بيتي موجود في خلف الجدار في المنطقة التابعة على بلدية الاحتلال في القدس عندي خالتي راح تشوفوها بعد شوي اللي هي امرأة ثمانينية تسكن هنا لوحدها ليس عندها أولاد تعتمد اعتماد كامل على أقاربها بالعناية بها وتوفير حاجياتها ولكن الرحلة يعني أنا بحاول كل أسبوع أحضر مرة واحدة في يوم عطلتي الأسبوعية ولكن الرحلة لا توصف يعني نتحدث عن هذه المباني إلى هذا المكان يعني من رأس الجبل إلى هنا رحلة تتحدث عنها ممكن رؤية بيتي من هنا إذا أشرت عليه قريب جدا لولا الجدار وإغلاق الطريق دقائق معدودة يعني سيرا على الأقدام مش أكثر من عشر دقائق ولكن الرحلة اللي أنا بمشيها أحيانا رحلة قدومي وعودتي تأخذ مني أكثر من ست ساعات وأمكث عند الحاجة ساعة يعني عشان توصل لهم من وين بتروح من هذاك المنزل كيف بتيجي هاي الرحلة أنا في بيض حنينة جديدة أول إشي بروح على حاجز قلندية ومن حاجز قلندية بطلع بالسيارات اللي بتروح على رمالة ومن رمالة بمشي لموقف السيارات اللي بتيجي على قرية بيرنبالة بوصل بيرنبالة لهون ما في مواصلات عامة بيرنبالة نادرا ما في مواصلات عامة بضطر أمشي أكثر من 2 كيلو متر هذه العملية والانتظار طويلة جدا العودة نفس الإشي العودة أصعب شوي لأن في الرجعة لازم أدخل على معبر قلندية الأزمة اللي قبل المعبر بعدين داخل المعبر عشان أمشي وأصف لأن أنا معي تصريح وأدخل فالرحلة تبعتي أنا تأخذني يعني صدقا أحيانا 6 ساعات مواصلات عشان ساعة آجي أشوف الحجة هون وهذا أنا واحد من الناس هي بالوضع الطبيعة 10 دقائق فقط سيارة أنا الأقدام بالسيارة مش أكثر من دقيقة أو دقيقتين لو كان الجدار مفتوح طبعا في ناس حالتهم أسوأ يعني أنا على الأقل معي تصريح أدخل على القدس ولكن في كثير من الناس اللي هم سكان وأهالي بيت حنينة وفي بيوتهم في بيت حنينة الجديدة ويحملون هويات الضفة الغربية ما معهم تصريح أصلا ما بقدر يوصل والناس الموجودين هون من الصعب جدا أن يأخذ تصريح يدخل إلى القدس وإلى بيت بيت الآخر أو إلى حتى أراضي الزراعية لخلف الجدار حتى لو يعني في حالات الوفاء أيضا المقبرة واحدة والمقبرة هنا في المنطقة أو البلدة القديمة التي يعني تعانون للوصول إليها حالات الوفاء ما الذي يحدث؟ هذه مأساة أخرى يعني الشخص يتوفى عنده قريب وفوق كل المعاناة اللي بعانيها بسبب الوفاء يكون موضوع نقل الميت إلى المقبرة المقبرة موجودة هنا في بيت حنين القديمة المقبرة الوحيدة للبلدة عملية صعبة جدا لازم نفس الطريقة اللي أنا تكلمت عنها عبر معبر قلندية نمر بها مع المتوفة حتى نصل والعودة تكون بنفس الطريقة فهذه مشكلة كبيرة جدا وحتى يعني شخص له متوفى مدفون في هذه البلدة عشان يجي يقرأ للفاتحة يعني أو يزور الموتى سيمر بنفس المعاناة الصعبة جدا يعني أنا ما بقدر أوصف يعني الأمور هي تصالها سنوات طويلة أو نعاني منها يوميا أنا ما بقدر أوصفها بدقائق ولازم الواحد يشوفها وعيشها عشان يحس فيها فهو موضوع صعب جدا نعم شكرا لك سنتحدث مع الحاجة أمينة يعني التي يعني هي تعيش في هذه المنطقة القديمة أو البلدة القديمة من بيت حنينة التابع لي الضفة الغربية يعطيك الصحة خالتي خالتي حكي لي أنت عايشي هون لما بتقرر تزوري أقاربك هناك منعك الاحتلال لسنة كاملة سنة كاملة ما كان ما يدخلونيش بعد كل هالمعاناة والانتظار لما أدخل كل يرجعي ممنوع تدخلي ليش ممنوع أدخل ممنوع تدخلي كل أقاربك هناك كل أقاربك هناك ما ليش حيثي إلا أنا في البلد هذه ولا أقاربك هذا ابن أختي فوق أختي وحيالها فوق ما ليش حيها أنا أبو بلال بيجي بزورني لأنه وين ساكن في الرام في بيرنبالة ساكن في بيرنبالة طيب عشان تروحي هناك بعد ما يعني صار شوي يسمح لك الاحتلال كيف الرحلة اللي بتروحيها؟ زي ما حكالك ابن أختي عن بيرنبالة وعلى شرايط وبعدين بيجي على المعبر وبصف على الدور بتنى تلحك للدور ويدخل شو بيكون شعورك وانت واقفي هون وشايفي بيت أخوك هناك بس بديك تروحي كل هالرحلة العذاب كل هالعذاب تنى أوصل بيت أقوية ولا بيت أختي اللي هو كبالي مش بعيد اثنين كيلو عن بعض ما هاذي الشارع بس الشارع بكات أطلع وانزل ماشي ماشينا على الأقدام اللي صار تلف في العالم تنى وصيل أراضيكم أراضيكم اللي خلف الجدار كمان؟ برضا صعب نصيلها كيف بدنا نصيلها وخلف الجدار تايجوا تصدقوا علينا إذا بدنا نجد الزتونات اللي بيلها الكوي بقدر يصغل زتوناتها والرازم بظلين اللي أكثر من اللي مدة طويلة ما دخلتش على الجبلة جد الزتونات هاللي بظلين علي يا بو شلوهني يا بو شلوهني الناس يا بظلين عليهم طب لما بتتذكري بين زمان كيف كانت بيت حنينة بلد وحدة وكبيرة والأراضي كلها معكم والأهل قادرين يوصلوا على بعض كيف بتحسي؟ الأهل باكوا عند بعضهم ساكنين عند بعضهم فعلا بحس بغربة كمية غربة كبيرة يعني لأنه في شجير أنا في البلد تحت لما بيجي بن أختي يزورني بيجي أبو بيجي أبو بلال ولا في الشي فيش حدي إلا أنا أنا في بيت حنينة لحالي يعني في أعدد السكان اللي من بيت حنينة شوي صاروا قليلين في البلد اللي جهة هذي اللي إحنا فيها هان فيها شوية بس عندي ما في الشي مني كلهم أغاية يعني مش أقراب أقراب من الكرة لحوالينا طب أهل بيت حنينة راحوا ورا رزقهم؟ أهو ورا رزقهم هاي أمو اللي اللي في أميركا راح يشطير بدي ورا رزقهم واللي هان برضا اللي بيقدرش يطلع ويدخلش اليوم بدي يدور لها محل اللي يقدر يتحرك فيه طب هلا آخر آخر شيء يعني أنا شوي بدي أسألك عن موضوع لما تزوري أنت أقربك أو حتى يجي يزوروكي وانت هاي البوابة كانت مفتوحة لتحت الجدار لكن سكرها الاحتلال ورجع يخليكم تلفوا بوابة أساساً هم عملوا البوابة وسكروا البوابة زي ما أحكى بنقتل النائبك ويفتحوا للي بدي يتوفى بطل ويفتحوا لهم صاروا لفوا في المتوفى حول العالم طب اليوم المشاهدين اللي بيشوفونا مش بس من فلسطين كمان من دول عربية ثانية ايش اليوم بتوجيه لهم يعني يمكن ما سمعوا في بيت حنينة قبل تحكي لهم يعني عن معاناة هالبلد هم ما بيعرفوش أنينا بنعاني ماهم بيعرفوا أنينا بنعاني الكل بيعرف بس عاملين حالهم ما بيعرفوش رسالتك للعرب يعني رسالت للعرب شدوا حالهم وصروا بني آدمين يجربوا يجربوا يعني سووا حالهم يحترموا حالهم وشوفوا شو بنعاني إحنا كديش بنعاني ايش بتتمني؟ بتمنى أن نجدوا للاحتلال عن وجه الأرض اللهم أمين شكرا شكرا للحاجة أمينة يعني اختصرت القول بأمنيتها بزوال الاحتلال الذي حول حياة هذه القرية أو هذه البلدة إلى جحيم بعد أن صادر 90% تقريبا من أراضيها هذه البلدة الواسعة جدا والكبيرة جدا والتي كانت توسع العمراني فيها حيث نقف هنا وأيضا هناك في المنطقة الجبلية جاء جدار الضم والتوسع وفصل أهالي المنطقة عن بعضهم ما بين هنا يتبع للضفة الغربية وهؤلاء يتبعون لبلدية القدس حتى الهويات المقدسية ليس الجميع يحملها هنا يحملون هويات الضفة الغربية وهناك يحملون الهويات المقدسية وجزء كبير من المغتربين في الخارج ما بعد الجدار وما بعد سحب الهويات لم يعودوا يحصلوا حتى لا على الهوية الفلسطينية ولا الهوية المقدسية أي أنهم أصبحوا حين يسمح لهم حتى بزيارة هذه البلدة كأي سائح آخر يحمل الجنسية الأمريكية وأي جنسية أوروبية ولا يتم عملته كفلسطيني هذه بلد المشمش التي اشتهرت بالمشمش قديما اليوم صودرة الأراضي والمستوطنات أصبحت المياه العادمة تغرق المزروعات وتعدم هذه المزروعات وتعدم البيئة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر